موسيقى انا بتأسف بنيابة عن نجمة خميس شعبان عبد الرحيم وظهر في طريق يعني حصل بس في وعد ان شاء الله بحلقة مجمعة ان شاء الله خميس واخواته كلهم سيد وعدوية وعبد الرحيم ان شاء الله ونعمل حلقة كويسة ان شاء الله بإذن الله بنيابة عن نجمة خير ان شاء الله بإذن الله نعوضها في حلقة تانية ان شاء الله طيب استاذ فرحات عايزين نتكلم بقى عن اعمالك قولنا بدأت من امتى وهل بدايتك كانت مع الفنان شعبان عبد الرحيم ولا كانت بدايتك جات ازاي وحضرتك انا بشتغل في المجال من فترة بعيدة يعني من حوالي مثلا عشر سنين مثلا وليه شغل الحمد لله مع ناس في اسماء منهم لمعه وفي اسماء لسه يعني مثلا عملت حاجة مع الفنان شعبان عبد الرحيم الله يرحمه من فترة بعيدة وفي حاجتين مثلا حاجة اسماء مع نفسي صاحب نادل مع النجم محمد شاهين المقضية موجودة طبعا على اليوتيوب وكده خميس شعبان بقى اشتغلت معا حاجات كتير النجم خميس شعبان عبد الرحيم اه ده اخويا يعني عشرة سنين يعني فعملت معا في حاجات اعلانات اغاني مرشحين انتخابات او كده اغاني مرشحين انتخابات اغاني ممكن يكون عنوانة صادم كده حاجة اسماء انا ما بحبش مصر بس مش بالمعنى المضمون بقى نفهم الموضوع طب قولنا المضمون كده حاجة حصري لمفاتيح السعادة تمام اول قدره خالص اول كلام بيقول ربنا يستر من اللي هقوله ويعديها معايا على خير بعد ما غنن خايف الناس تهتف ضد في التحرير يا اليل انا ما بحبش مصر انا ما بحبش مصر يعيش على ارضها خاين وعامل نفسه يا ناس بيحبها انا ما بحبش مصر ونركز في الكلام بمصر الله حميها ذكرها في الكرآن انا ما بحبش مصر وملكه وقفته ليه ما حبش اللي يخنها ولا انتوا فهمتوا ايه ما حبش كلمة وحشة تتقال يا ناس عليها ولا حب اشوف ولا اسمع حد بيغلط فيها ولا حب كمان اشوف ولادها مختلفين مسلم او مسيحي كلنا مصريين وكل دا ما بحبش مصر والنعمة بحبها وبعشق كمان طرابها ونيلها وقاربها الله عليك وفي حاجة تانية بنحضرها برضو حاجة اسمها أصحى يا خالق اغوه ممكن أولالك بقى من عند المنا ماشي تمام تفضل مع النجم خميس شعبان عبد الرحيم برضو اه كمان بنحضرها ان شاء الله اه صد الكلام بيقول اصحى يا خالق اغوه فوق يا خالق اغوه دا الرزق ماهوش بالعفن ولا تقدروا تنعوه الرزق دا مكتوب اصحى يا خالق فوقه هتتنطط تتشقلب المكتوب لك هتشوفه ارضى يا عم وايش وابعد عننا بل حيطة يا ناس في الحيطة والرازق ربنا خليك يا عم في حالك بلاش شغل الحوارات طلعني من خيالك شوف رزقك من سوكات ما تخلوا فيه اخلاق مع شوية احساس دا الرزق على الخلاق وبيرزق كل الناس الدنيا مش مستهلة غل وكره يا ناس يا رب يكون المعنى وصل لكل الناس الغنوة دي مكتوبة علما كان يا ناس مش يدوي غناء خميس شعبولة كلمات فرحة بدا جميلة جدا المفروض دا من حضرها في الستودو ان شاء الله ويتصور قريب يعني ان شاء الله يا تقلت حصري بقى قد فتحي السعادة حصري او المكان النهارك دا يعني نقول الكلام دا تمام عندك حاجة تاني فيه حاجات طبعا كنت عامل حاجة بقى المفروض كان خميس اللي هيعمالها قال له ما تحرقاش وطول له لا هولا ماشي هو تحية منه طبعا ومني لأسرة البرنامج لقناة الصحة والجمال وكان مفروض خميس اللي يلقيها يعني بس أنا اميج ان شاء الله يلقيها برضو وانا سأزنتوا طبعا انا أولى فقال لك دا هتحرق طب انا اعمل حاجة تانية فانا اعمل دي النهارد وانا اعمل حاجة تانية في القادم ان شاء الله تفضل فالكلام بقول السادة الحضور السيدات والسادة انا بغيط السرور وفي غيط السعادة عالصحة والجمال ومفاتيح السعادة مع سلوى متولي السكر الزيادة ببني خليك مفاتيح السعادة برنامج حلو جميل والصحة والجمال قنا ملهاش مسيل انا بقى خمس شعبولة بمسى على الحلوين الفتحة لروح ابوها شعبان عبدالرحة الله يرحمه شكرا جدا جدا على الكلمات الجميلة دي اه فيه بقى اسلم له على الصحاب حاجة بانا اقوله يعني هو ميزة الكلمات مع حضرتك يعني في غاية السهولة والسلاسة والبساطة هو المفروض اننا بنعمل الموضوع في قلب شعبي اللي هو اليد غنى مش القصيدة بقى المنتقيات أو كده حتى الطفل حتى الطفل لما يسمعها يعني الفاظ متدولة وبسيطة سهلة بالنسبة له يقدر يقولها هو بالبلد كده بنجيب اللفظ ممكن بيتقال في الشارع انت معي بس في اللفظ المحترم طبعا يعني مش اي لفظ اه صحيح ممكن اقول بقى اسلم له على الصحاب تفضل يا ريت ده المفروض انا بحضرها مع النجم محمد رجب حاجة اسمها سلمنا على الصحاب والناس الطيبة عالشعر اللي شاب وايام الصبا واللي بيعرف يخون واللي عليه بهون واللي بيعرف يمثل والدمعة قريبة سلمنا عالطيابة عالناس الغلابة اللي ملهم شيابة غير بس ربنا سلمنا عالحبايب والحاضر واللي غاية واللي في قلبي سايب جراح ومعلمة سلملي عاللي خني واللي يا ناس ظلمني واللي سابني لوحدي اقاس المرنة سلملي عاللي كان عالحب بتاع زمان اللي ملوش مكان يا ناس في وسطنا سلملي عاللي راح وسابني للجراح ولا عمره مرة افكر يحس يوم بنا الله عليك انا حاسة ان انت الشعر ده بالذات جاي ونابع من موقف حصلت لا هو الدنيا مليانة مواقف حكايات بس معظم من الحكايات حزينة شوية دراما غالبة شوية حتى ما بكتب بحب اللون دراما شوية في الكتابة بحبش الهنك اللي هو الحياة الخفيفة يعني كده بحاس انه بتوصلش رسالة او بتكلمش او عن الناس او كل ما كان البناء ده موقعي او بيتكلم عن الناس بصراحة المعنى بيوصل صح والناس بيتصدق اللي بتاعي مينفعش عايشهم في الخياة لطول الوقت يعني لازم نتكلم عن الواقع واللي بيحصل فيه طبعا بس بنحاول نحاس انه واقع شوية ندي تفاول للناس اه يعني جورة التفاول كده بس للناس ان فيه امل ان شاء الله وبكرة قويس وبكرة حالو كده يعني طيب قولي استاذ فرحوت هو الشعر او الاغنية بتاخد منك وقت قدي لا هي خطرة بس الفكرة يعني لو سألت اي حد بيكتب الافكار متدولة او كلها استهلكت بالمعنى يعني بس ازاي ان انا امسك الفكرة عاملت قبل كده واتناولها من سكة تانية او من موضوع او من جانب تاني مختلف السكة اللي ادخل منها وبعدين المفضل اللفظ اللفظ اللي عاد بيشد اه يعني مثلا قلت انا انا بها بحبش ماصر خلاص هتضربيني يعني اه بس المضمون فدي بس في نفس الوقت هي حاجة تشد بس لما فتشد اللي يسمعها فما يجي يسمع لا دا يلاقي كلام تاني تمام اه حتى اي مطرب بتعامل معاه بقول لي اعمل لفظ كده ما يكونش تعمل حاجة تكون تشد اه برضو في حاجة ما كنت بحاولها في تكتب اتذكرها اه كنت اعمل حاجة للحاج شعبان عبد الرحيمة الله يرحمه طب يا ريت نختم بيها اه يعني انت بتكلم على الحاج شعبان افتعد معا كده في قعدة قوية بنضحك يعني بنهزر اه فقولت له حاجة شعبان انا اعمل موضوع عليك انت قال لي عليها ايه هتشتمني يعني بس انا قلت له لا انا بحبك بس انا بوصف حالة الحاجة شعبان كلها يعني الساعتين والكاراكتر اللي هو عامله لنفسه وكده فكنت بقول فيها بحبك يا اسي يا بقلب ظلط عامل ناسي وسايق في العبط لما بتقابلني وشك في وشي ليه بتحسسني ان شكل غلط انا عارف ان شكل من لخبة تحبتين يعني مش احمد رمزي ولا اسمعني يا سيد وعارف ان هدومي كل حتة من لون والانتري بتاعي ماشي مع البنطلون والفرقة معايا شغالة من سنين اللي احنا هو هو لابس كمان ساعتين بس الناس حباني لو حد منهم شاف بيجي يتصور معايا بابصوم له على الاوتوجراف بيجي لكتي الرسائل على الانترنت برد بكلام مفيد غير مع جنوالت الكل بيسألوني انت عامل ايه ليه لما تغني لازم تقولي الايه رديت انا اصل بطور من شكل القرنية عمري يوم ما تغير دلوني لايق علي انا ممكن اغني اقول يا ليه لعين بس اللي هيسمعني هيسأل دايب امين الناس خلاص حبوني عجبهم منظري كمان بيقل دوني في لبسي ومظهري الله عليك تسلم يا أساس فرحات كلمات جميلة جدا واحنا استمتعنا جدا بالفقرة معايا ربنا اخليك وانا شرفت بحضرتك سلوى وانا مبسوط ان في مفاتيح السعادة على قناة الصحة والجمال قناة مميزة وانا متابع من الناس المتابعين انا رسيح شرف لينا وان شاء الله على وعدة مع أساس فرحات واناكم خميس شعبان عبد الرحيم ان شاء الله نلتقي في حلقة تانية وانتظرونا ومشاهدين الكرام يوم السلساء القادم الساعة هتكون الساعة 2 ان شاء الله نرجع لمعادنا القديم في مفاتيح السعادة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة